اهلا بحضراتكم في هذه التغطية وزارة الداخلية ورجالها يوما بعد الاخر تسطر مشاهد انسانية ومتحضرة ورقية ايضا تساهم في رسم البسمة على وجوه المواطنين من خلال المبادرات الانسانية التي تطلقها الوزارة واخرها مبادرة جديدة تحمل شعار كلنا واحد قافلة الخير تم خلالها تنظيم عدة قوافل لتوزيع عدد من المساعدات العينية زي البطاطين والمواد الغذائية بالمجان على المواطنين وذلك بنطاق مدريات الامن على مستوى محافظات الجمهورية الحقيقة ان وزارة الداخلية بتسعى من تلك المبادرات للمساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطنين وانطلاقا من المسئولية المجتمعية للوزارة الهادفة الى تنمية وتطوير المجتمع وايضا المساهمة في تقديم كافة اوجه الرعاية الانسانية والاجتماعية للمواطنين لا سيما المناطق الاولى بالرعاية خلينا اقول لحضراتكم ان وزارة الداخلية لم تكتفي بتوزيع البطاطين والمواد الغذائية على الاسر الاولى بالرعاية انما وجهت وفودا من الضباط والضبيطات لزيارة عدد من دور رعاية المسنين وذلك بنطاق مدريات امن الاسكندرية والبحيرة وضميات والاكسر وايضا تقديم الدعم النفسي للمقيمات بها وايضا تقديم بعض الهدايا الرمزية وقضاء يوم ترفيه معهم لادخال البهجة والسرور في نفوسهم كمان قطاع حقوق الانسان بوزارة الداخلية وجه بالتنسيق مع القطاعات الامنية والجهات المعنية لتشكيل قوافل طبية وانسانية استهدفت عدد من القرى بنطاق محافظتي اسوان والاكسر لتقديم كافة اوجه الرعاية والدعم للمواطنين تم توزيع عدد من المساعدات العينية وتوقيع الكشف الطبي على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان وتخفيفا عن المواطنين واصل قطاع الاحوال المدنية بافاد قوافل مجهزة فنيا ولوجستيا لتقديم كافة الخدمات التي يقدمها القطاع للمواطنين من بطاقات الرقم القومي والشهادات المميكنة ايضا ذلك بنطاق محافظات القاهرة والجيزة والاسكندرية والمنوفية والغربية والقليوبية وقفر الشيخ وقنى والميني حيث اسفرت تلك القوافل عن استخراج 7953 بطاقة رقم قومي و18460 شهادة مميكنة الحقيقة انه جهود كبيرة بتبدلها وزارة الداخلية ومن ضمن هذه الجهود شوادر كلنا واحد واللي استقبلت اليوم عدد كبير من المواطني للحصول على السلع باسعار مخفضة وذلك بعد مد المبادرة لنهاية العام في اطار توجيهات القيادة السياسية لاتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطني وتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية باسعار مخفضة عن مثيلاتها بالاسواق بنسبة تصل الى 60% كما تستمر منظومة امان التبعة لوزارة الداخلية في اعداد عبوات تحوي سلع متنوعة بجودة عالية بهدف طرحها للمواطنين بتخفضات تصل الى 50% من خلال 1026 منفذ ثابت ومتحرك وايضا سرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات الخاصة بمنظومة امان حتى نهاية العام بما يساهم في تخفيف الاعباء عن كاهل الاسر المصرية ويرسق الدور المجتمعي لوزارة الداخلية مستمرين في تغطية اخبارية على مدار الساعة من تلفزيون اليوم السابع شكرا جزيلا لحضرات اشتركوا في القناة